برضو الأطفال بصير عندهم صرير أسنان لها أسبابها يعني الطفل بتقول هذا الطفل يعني شو بيع فهمه لا الطفل برضو حساس لو بتتعامل مع الطفل أقل من سنة بتلاقيه بتأثر في نظرتك في طريقة حكيك معه يبضحك يبكي أخاف فالطفل إذا بتنمر أو بنشد عليه ودارش ياخد حقه وبتلاقيه بالليل بكزع سنانه صرير الأسنان هو عبارة عن عملية جرايندين أو طحن بين الأسنان الفك العلوي السفلي تسبابه تأثيرات عصبية أو إشارات عصبية بتيجي للفك عملية جرايندين أو احتكاك الفكين هاي إشي لا إرادة هو ناين مريض فهاي من المسببات والضغوط النفسية بتسببه فهاي بتسبب مشاكله كتير لها مشاكل إنه بتسبب آلام بالفك في الرقبة والمفصل الصدغي وعضلات الرقبة صداع كتير نعم يعني إذن السبب الرئيسي للإصابة بصرير الأسنان هو إنه الشخص بيكون مش مرتاح بيكون في عنده قلق وضغوط نفسية ضغوط النفسية هي أكتر عامل بتسبب هاي المشكلة ايش في عوامل تاني ممكن تسبب صرير الأسنان هل ممكن فرضاً يكون في مشكلة بالفكين أو في مشاكل والله بيقول في مرات بأنه الإطباق اللي مش مزبوط أو مشاكل في تركيبات أو هيك شغلات ممكن تسبب صرير الأسنان بس أكتر إش هي العوامل الضغوط النفسية اللي بتعرض فيها الواحد نعم طيب دكتور إذا ما نتحدث عن مضاعفات صرير الأسنان المضاعفات أول شيء أنه اللي بصير أنه الصداع أنه صداع العضلات الرقبي الفك تآكل الأسنان فهاي كلها نتيجة أنه الصرير المستمر وحسب قديش قوته من مريض لمريض بيختلف نعم ودكتور كمان ذكرتني وإحنا عم مناقش بهذا الموضوع تحت الحو甜 ذكرتني أنه ممكن يكون كمان في عندهم مشكلة بالأذن أكضان وطنين نتيجة الاحتكاك المستمر ولما الارتفاع العضة أو الارتفاع الديمنشن بين الأنف وطيط العضة بتاعت المريض فبتلاقي إنه بتأثر على قناة السمع بتصير تآكل فيها زي ما مشوفها عند المراكبين طائم قديم فبتسبب هاي المشكلة إنه بتصير زي طنين أو وشة في الأذن بيجي بشكل من هالمريض هاي من تسببها نعم بما إنك ذكرت موضوع الوطقوم يعني حتى الأشخاص اللي بيكونوا متخلصين من كل أسنانهم وبيحطوا بيركبوا طائم أسنان ممكن يصير في عندهم صرير أسنان اللي بنام في الطائم ممكن يصير معوه أما إذا مش نايم في الطائم في عائش بيضي يطحك طب هيك يعني رسالة ممكن توجيها للأشخاص اللي بيستخدموا يعني عندهم هاي المشكلة ويستخدموا طائم أسنان أدي مش يعني مش منيح بأنهم يستعملوا طائم الأسنان ويكونوا لابسين وهم نايمين يعني إحنا بالبعادة بنسمع إنه لازم ينشلح لما ينام الشخص الطأم الأسنان يفضل طبعاً إنه نشيله بالليل أولاً لأنه عشان اللثة ترتاح هو عبارة عن مادة أكريليك ما بتعمل بتوصل الحرارة ما بتوصل البرودة والسخونة فلازم نشيله يريح اللثة يعني إحنا دخلنا موضوع الأطأم كمان هير يفضل كمان يتمضمض مي باردي ومي سخني ويعمل مساج للثة ليه؟ عملية إنه المضمض بارد وسخن توسع الأوعد الدموية وبتقلصها فبتساعد على راحة اللثة نعم طيب بدنا يعني كمان نتحدث عن العلامات الأعراض بالضبط يعني الأشخاص اللي مش عارفين بأنهم هم مصابين بي صريح إيش الأعراض اللي ممكن تتوجههم يعني منسمع من الناس بقولوا أنا بشد على أسناني بحس حالي كتير شادد على أسناني حتى في أشخاص بيعانوا من هذا الموضوع وهم يعني صاحيين مش هم منايمين لدينا نعرف الفرق هل بالفعل وإحنا صاحيين بصير في عنا صرير أسنان أو هو بفرق بصير صرير أسنان بس بيكون بحسش الواحد إنه هو عم بيضغط على أسنان بس اللي بممكن يرقبه بس بعد فترة بلاقيه فكه تعبان أو مرهق من الشد بس ممكن يصير عنده صداع فبتلاقيه قاعد ومتوتر بيكون متوتر يعني بيكون عصبي نعم إذا بنا نحكي عن الأعراض اللي ممكن تكون موجودة عندهم صداع ألام حكينا بالرقبة ممكن لا يبقىش في كمان أشياء صداع بتلاقيه كثير عندهم آلام في الرقبة آلام في عضلات الوش آلام بالفت نفسه وبقوم الصبح مش قادر يفتح أمه هاي الأكتر اشو بيجي بيشكي منها المريض إنه عنده آلام كثير بالمفصل لا درجة بيقدرش يفتح نعم لما بيحكي بتلاقيه التعب منزعج وصداعه نعم طيب دكتور يعني انت ربطت موضوع صرير الأسنان بأنه الشخص بيكون عنده ضغوطات ومصاعب عمتم بحياته فهذا الإشي بيأثر عليه وبيخليه يشد على الأسنانه بشكل كتير كبير خاصة خلال ساعة النوم اللي يمكن هو ما بيكون قادر أنه يتحكم بحاله وبتصرفاته الأطفال اللي المفروض أنه يعني ما يكون عندهم هلكم الهائل من المشاكل زي البلغي برضو الأطفال بصير في عندهم برضو الأطفال بصير عندهم صرير أسنان إلها أسبابها يعني الطفل بتقول هذا الطفل يعني شو بيع فهمه لا الطفل برضو حساس أنه لو بتتعامل مع الطفل أقل من سنة بتلاقيه بتأثر في نظرتك في طريقة حكيك معه يبضحك يبضحك يبخاف فالطفل إذا بتنمر أو بنشد عليه ودارش ياخد حقه وبتلاقيه بالليل بكزع أسنانه بتطالب المدارس برضو إذا الطالب نزعج من مدرسه أو تنمر في المدرسة بتلاقيه برضو بصير بالليل عنده صرير أسنان نعم نعم طيب دكتور بنا نتحدث إحنا عن العلاجات إذا في علاجات ولكن قبل بما نعم نحكي عن الأطفال وصرير الأسنان للأطفال اللي بيكون في عندهم صرير الأسنان هل هذا الإشي لبعدين للمستقبل بس يكبروا ممكن يأثر على خلينا نحكي الإطباق على الفكين عندهم ممكن إيش مشاكل ممكن يعانوا منها أول شي برضو بتصير عنده ألام زي ما بتصير عنده كبير ألام بالمفصر ألام بالفك بس ما بيقدر يعبر ما بيقدر يوصل معلومة مرات إلا ليوصل لعمر إنه بقول أنا عم بتعب بقوم تعبامل بشك من صداع بقوم بشك من صداع فهذا لازم نأخذ بعين الاعتبار إنه ليش صار هذا بطهل معه صداع يعني باستمرار مش في مرة ومرتين يعني نعم هاي يعني بتكون علامات وإنه إحنا لازم نروح على طبيب نتأكد إيش هو السبب آه هي لإنه بنضغط على قدام الأذن هون على منطقة المفصل فبتبين إنه هذا المريض أو اللي قدامنا إنه عنده مشكلة صرير أو ألم للمفصل نعم نيجي على العلاجات هل في علاجات قاطعة يعني بتشفي بالفك العلاج تقولي نهائي لهذه المشكلة ما شفت أنا وما سمعت بهذه الأربعين سنة آه ما في علاج قاطعة ولكن لكي يشعر بتغفف العلاجات العلاجات نريح المريض أول شيء نستعمل السباسميند اللي هو نايتغارد تمام؟ أو اللي هو الحارس الليلي منسميه بحيث هذا الجهاز بيلبسوا المريض بالليل قبل ما ينام فبتمنع بتوقف عملية الاحتكاك مهم يعني الضغط بيكون لساته شغال يعني هم بيكونوا عم بيضغطوا ولكن الأسنان ما بتتفضل أه ما هي اللي هي بتشي إشارات عصبية من الدماغ للفك اعمل الجرايندينج مهم 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 أكثر منا في موضوع الليزر بس إن شاء الله إنه يكون في منها فائدي يعني مبدئياً لحد اليوم يمكن العلم ما قدر إنه يلاقي غير ممكن فعال خلينا نحكي الجارد وأيضاً البوتوكس وأيضاً ممكن موضوع عم بيعمل دراسات عن الليزر بس ما في حلول خلينا نحكي جذرية وقطعية بإنه الشخص اللي بيصاب مصاب بصرير الأسنان رح يتخلص منه إلا يمكن إذا بيريح باله أكتر وبتخف الضغط والله الضغطات عم بتزيد فعم بتزيد المشكلة أكتر إذن شكراً لو وجودك معنا دكتور يعني انبسطنا بوجودك معنا دكتور أسامة الطاهر طبيب أسنان أهلاً وسهلاً يا أهلاً بي